ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الحادية عشر بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي والتي تعقد في مدينة جنيف ويضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل تمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك العمال ويمثلهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ويبحث المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة في مقدمتها مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية حيث يتطرق إلى انعكاسات مختلف العوامل والأزمات التي تؤثر على أسواق العمل سلبا والدفع بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق إلى الطريق المنشود إلى جانب تقرير يتناول الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة بيئيا وأكد وزير العمل حرص مملكة البحرين على المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي نظرا لما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة على الصعيد خاصة في مجال سن التشريعات العمالية الوطنية المتطورة والمتوافقة مع معايير العمل الدولية ما جعل البحرين أنموذجا عالميا في هذا المضمار